السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل ديجي مع حصة جديدة من حصة اللغة العربية لسنة الأولى متوسط واليوم بإذنة مع درس الشعر والنتر صفحة 15 مبدأ عد إلى نص أدل وتأمل جيدا قول الكاتب تعانيهم من قاتلات ويبتني خيالك لمجدا وفيع المراتبي إذ نابني حزن حزنت لأجله وقارعت حتى ينجلي من مصائبي بدأ قرأنا الشعر في القناة اقرأ الفقر التالي يا أبي إنك تعاني من أجل الهموم التي تعجل بحياة الإنسان ومن أجل يبتني خيالك لمجدا رفيعا وإذا مسني خزن حزنت لأجله وانتظرت حتى يزول وتزول مصائبي السؤال الأول ما الموضوع المتحدد عنه في المثالين واحد واثنان والفقرة؟ الموضوع المتحدد عنه في المثالين واحد واثنان والفقرة هو الأب هل هو موضوع مشترك؟ كيف ذلك؟ ما الاختلاف بينهما؟ ماذا تستنتج؟ نعم هو موضوع مشترك لأن كل الموضوعين يتحدثان عن الأب الاختلاف هو أن المثالين واحد واثنان من الشعر أما الفقرة هي من النذر وأستنتج ما يلي يختلف الشعر عن النذر في كون الأول موزونا مقفى به إقاع والثاني لا يهتم بالوزن والقافية والإقاع نعم تعريف الشعر والنذر الشعر يعرف على أنه الكلام الموزون المقفى جرم أشعار ويقصد من كلماته الترهيب أو الترغيب ومن أنواع الشعر ما يسمى بالشعر المنثوب وهو الشعر الذي يتألف من كلمات مسجوعة وتكون على نفس النذر الذي يكتب به الشعر في التخيل والتأثير بالقارئ ولكنه دون وزن معين أما النذر فيمكن تعريفه على أنه الكلام الحسن الذي يكتب دون من حاجة إلى قارئة ووزن معين وهو على أكسس شعر المنظوم ويسمى من يكتب النذر بالنذر وهو الشخص الذي يجيد كتابة النذر الفرق بين الشعر والنذر ينقسم الكلام إلى كلام منذور شعر ومنذور نذر ويمكن التفريق بين الشعر والنذر من خلال النقاط الآتية الشعر يتكلف صاحبه في نظر وذلك من خلال التكلف في الوزن والقافية أما النذر فلا يكلف صاحبه وعلى هذا اعتبر بعض الأشخاص أن الشعر أفضل من النذر الشعر دوان العرب بينما النذر ليس كذلك فالشعر هو الذي احتفظ بأنجاد العرب ومفاخرهم وعاداتهم وتقاليدهم وما إلى ذلك اعتبر أنصار النذر أن الشعر فن وله ولا يصلح لأغراض الحياة المتعدلة ولكن النذر يصلح لجميع مناح وضروريات الحياة وأفضل لحياة الناس وأمورهم النذر هو لغة السياسة والخطاع ولغة العلم وكذلك لغة الدين النذر ينثر كلامه إما واقفا وإما جالسا ولكن من الضروري أن ينشد الشاعر شعره وهو واقف وهكذا أعزائي التلاميين قد وصلنا إلى نهاية الفيديو وأخيرا لا تنسوا لايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجارة ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر